صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم إن شاء الله يكون هيك بداية أسبوع ونهار كله خير وصحة على الكل اليوم وصفتي يعني متل العادة نحنا أو أنا بحاول هيك يوم السبت عملكون وصفة صحية تكون سريعة وزريفة ومغزية وفيها كتير عناصر غزائية فاليوم طبقنا صحي ليهو الكراكرز أو بسكوت مالح أكيد صحي مع تغميسة اللبنة والزيتون كمان التغميسة فيه إلى هيك مكونات كمان كتير بتربق لبعض التغميسة رح نتركها للفقرة الثانية بس هلأ بالفقرة الأولى رح نجهز البسكوت المالح أو الكراكرز اللي ممكن ناخده هيك كسناك أو مثلا مثل ما رح نعمل اليوم نستعمل هي الوصفة كتغميسة مثلا على الفطور على العشاء ممكن كسناك بين الوجبات يعني أكيد رح تعطينا هيك طاقة وإحساس بالشباة وبكميات تكون كتير قليلة رح بلش بالعجينة هلأ بالأول أنا بلشت بشغلة لأنه بده وقت أكيد عندي هون ربع كوب من بزور الشيا الشيا سيدز مع كوب من المي مي عادي بحرارة عادية بس قبل بعشر دقايق على الأقل بخلطهم مع بعض لحتى أخذ هذا القوام الجيلاتيني يعني الشيا بتبلش بتمتص المي وبتبلش تفرز هي بزور الشيا فيها مادة هيك جيلاتينية بتبلش تفرزها فبتعطيني هذا القوام وهذا القوام هو اللي رح يدمجلي المكونات الثانية مع بعض عندي بالنسبة للمكونات عندي هون 3-4 كوب من بزور دوار الشمس أو عباد الشمس هلا أنا البزور في منهم كسرتون شوي أو طحنتون شوي وتركت شوي تكون البزرة يعني متل ما هي أو إنه تكون واضحة لحتى تعطيني هيك قوام مختلف بالوصفة دوار الشمس هون وعندي هون بزر اليقطين أو بزر القرى كمان نفس الشي يعني حاولت كسروا أما بمطحنة إذا عندكم متحنت كهرباء أو في كون مسلا تكسروها بالسكينة بتاخد شوية وقت بس إنه بتاخدوا نتيجة أو ممكن تحطوها بكيس يكون سميك ودقوها بإيد مدقة التوم كمان بيمشي الحال هلا هون كما بالنسبة للمكونات الجافة بدي خلطهم كلهم عندي نصف كوب من طحين الشوفان إجمالا أنا طحين الشوفان بجيب شوفان حب وبطحن الحب بحس إنه بيعطيني نتيجة أحسن وبنفس الوقت وقت بجيب حب الشوفان بقدر دوقوا لأنه أحيانا فيه أنواع شوفان بتجي مرة فمشان هيك أنا بجيب الحب وأنا بطحنه وطحنه كتير سهل يعني حتى بالخلاط العادي بينطحن دغري ما بده أي يعني ما بيعذب أبدا كمان المكونات الجافة عندي هون الزعتر الزعتر الأخضر أو الأحمر فيكن تستعملوا الزعتر اللي مناكله مع الزيت والزعتر الزعتر العادي الأحمر أو الأخضر أنا اليوم عم بستعمل للأخضر كمان بالنسبة للمكونات الجافة عندي معلقة من حبة البركة ومعلقة من السمسم إذا حسيتوا الزعتر اللي عم تستعملوا فيه كمية منيحة من السمسم وحبة البركة فيكن تستغنوا عن هدول المكونات أكيد أنا عم بستعمل بزور نية فهي ما أنا مملحها فرح حط شوية ملح ورح بلش بالمكونات السائلة رح بلش بربع كوب من زيت الزيتون بعدين رح ضيف خليط الشية مع المي ومتل ما قلت هذا الخليط هو اللي رح يمسك لي القوام هلا إذا حسيت بعد ما ضيف الشية والمي إنه القوام هيك مريق شوي معلي تركوا العجينة رح يبلش تشوفان يمتص السوائل ورح ترجع تسمك عندكم وإذا حسيتوا إنه قوامة خرج إنه دقري تمدوها بصينية الفرن أنا مجهزة صينية الفرن وحطيت عليها ورق زبدة دقري بمدة بسماكة نص صانتي وبعدين بدخلها على الفرن الفرن مشغلته على حرارة 180 بتاخد تقريبا بين 15 ل 20 دقيقة هلا شايفين هون بتحسوا إنه القوام شوي مريق بتركها شوي أو ممكن أنا هلا رح مدها واتركها بالصينية شوي لحتى تعطيني السماكة اللي بدي إياها أو القوام اللي بدي إياها وبعدين بدخلها على الفرن هلا بعد 15 أو 20 دقيقة بعد ما يتحمر عندي الأطراف بتكون أكيد بيكون البسكوت استوى عندي أول ما بطلعة من الفرن وهي سخنة دغري بقطعها بالسكينة بالياس أو الحجم اللي بتكون يا أنا رح قطعها مكعبات هلا إذا استويت قبل الفقرة الثانية رح قطعها دغري إذا حسيت إنه خرج استنى نقطعها مع بعض أنا وياكم بالفقرة الثانية أكيد رح استنى رح مدها بسماكة نصانتي ودخلها على الفرن والفقرة الثانية رح نجهز تغميسة اللبنة والزيتون اللي رح نقدمها مع البسكوت المالح الصحي أكيد لوقتها رح تركون مع هبا أورت عباق الفقرة وبرجع بلاقيكم بالفقرة الثانية افتحوا أبواب المستقبل واكتشفوا الأفق الواسعة مع مركز جيل جامش استعد لرحلة تعليمية استثنائية تجعلك تبرع في عالم السياحة والضيافة وإدارة الأعمال فأنت مرحب بك معنا مهما كان عمرك أو شهادتك لتعيش في مثعة الخبرات العملية والأكاديمية لتصبح مهيئا لجميع فرص العمل التي ستكون بانتظارك بعد حفل التخرج السنوي الذي ستكون أنت بطله وبشهادة دبلوم معتمدة عالميا ومهما كنت بعيدا فمواصلاتك مؤمنة لا حدود للإبداع والتطور مع مركز جيل جامش نحن بانتظارك يسعد صباحكم عن جديد صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم اليوم عم نعمل وصفات صحية بالفقرة الأولى جهزت معاكم بسكوت المالح أو الكراكرز اللي ممكن نحنا نستبدله بالخبز أنا طلعته من الفرن بس لحتى أفرجيكم كيف شكله وكيف مديت العجينة هي لسه بده شوية وقت بده تقريبا خمس دقايق بس أنا بهذه المرحلة وهي لساتة طريقة أول ما بطلعه من الفرن ممكن قسمها بصير تقسيمها أسهل من أنه تتحمر وتقرمش أو وقت بطلعه وهي مستوية وبتركها تبرد فأنتوا يا أما كملوا سواها لبين ما تاخد هيك لون ذهبي أغمق من هذا اللون أو فيكن تطلعوها هيك قبل ما تستوي بشوي وتقسموها بالحجم اللي بتكون ياه وبعدين ترجعوا تحطوها بالفرن لحتى تكمل استواء هلأ أنا رح قطعهم هيك مربعات وما منكبرهم لأنه هنن يعني صح صحي بس هنن فيهم دهون نسبة دهون عالية مشان هيك يعني عملوهم قطعة صغيرة لحتى يعني اللي بده بياكل أكتر من قطعة أو مثلا اللي بده بياكل قطعتين ثلاثة وبيكفي أهم الشي بهاي الوصفة أنه ما فيه منتجات للطحين ما فيه طحين الأمح منتجات الأمح فكتير ناس بيسألوني عن وصفات خالية من القلوتن فهي الوصفة كتير بتناسبون هلأ أنا رح ارجع رجع على الفرن تقريبا خمس دقايق لبين ما تستوي استواء كامل وتتحمر وبكون أنا مقطعتها وبتصير جاهزة للتقديم شو رح نقدم معاها رح نقدم معاها تغميسة اللبنة عندي هون نص كيلو من اللبنة هلأ فيكن تستعملوا لبنة خالية من الدسم أكيد هي بترجع حسب أنتو شو حابين تستعملوا منتجات البن عندي هون نص كوب من الزيتون الأخضر أنا عم بستعمل مقطع شرائح أكيد فيكن تستعملوا أي نوع كمان من الزيتون الأخضر أو الأسود كمان كلو بيطلع طيب وصحي عندي هون ربع كوب من الرمان عندي ربع كوب كمان من الزعتر الزعتر الأخضر أو الأحمر فيكن تستعملوا رح استعمل نص معلقة صغيرة من الأوريغانو الملح رح اتركوا لآخر الشي بعد ما خلط كل شي وبدو بعدين بشوف إذا بدا ملح ولا لأ لأنه أحيانا ممكن إذا اللبنة عاملنا بالبيت تكونوا أنتو ملحينة الزيتون ممكن يكون مالح وهلأ رح ضيف كمان معلقة صغيرة من دبس الرمان ممكن كمان يعني الملوحة تبع هاي المكونات تكفيني فمشان هيك خلطوها بعدين دوقوها وشوفوا إذا بدا ملح أو لأ عندي معلقتين من النعنع الفريش مفروم ناعم وآخر الشي عندي زيت الزيتون رح ضيف تقريبا ربع كوب من زيت الزيتون وفيكن تقللوا إذا ماشيين على حساب السعرات الحرارية هلأ هاد الخليط أنا رح خلطو كتير منيح مع بعض لحتى ينخلطو كل المكونات بعدين رح أخد تقريبا معلقة أو معلقتين من هاد الخليط اخلط مع اللبنة والباقي رح زيننون على الوش وقت التقديم يعني مثلا هيك معلقة أو معلقتين بخلطن مع اللبنة ووقت التقديم برجع اللي بقيوا بزين فيهم على الوش هلأ مثل العادة يعني رح تشوفوا التقديمة النهائية لطبق إلى اليوم بآخر الحلقة ولوقت أكيد رح تركهم تتابعوا باقي فقرات صباح الخير لحتى يصير وقت نهاية الحلقة وتشوفوا الشكل النهائي لطبقي بس قبل ما نرجع للموزيعين أنا اللي سينية رح أرجع رجع على الفرن تقريبا رح تاخد كمان خمس دقايق على حرارة 180 لبين ما تستوي معي على الآخر وتتحمل يسعد صباح كونان الجديد وصلنا لآخر الحلقة وأكيد وصفاتي صاروا جاهزين اليوم عملنا بسكوت معلح صحي مع تغميسة اللبنة والزيتون أكيد فيني حضر أنا كل وصفة لحالة وأخذها أكيد مع مرافق صحي الكراكرز أو البسكوت مع تغميسة تانية صحية أو بالعكس يعني أنا إذا ما اعتمد على نوع خبز معين صحي ممكن حضر تغميسة اللبنة والزيتون وأكلها معاها إن شاء الله تكون وصفاتي لليوم عجبتكم جربوها وتخبرونا وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر